موسيقى وتعزف الجروح وتميز كل ضام اصرب لرجل من المروح ادي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة وتفني جبال وتفني جبال والحرفين منها يسقط صدق تام المحام اهلا بيك اخي يوسف بالرحب كمان بالضيوف اهلا وسهلا بيكم اخ يوسف يريد تقول لنا في البداية ما هي الافكار الرئاسية في الصح 13 الرب بيركز في هذا الاصحاح على التوبة واهميتها على الحقيقة فبيبتدي في اول الاصحاح بمجزرة حدثت من بلاطس عندما ذبح الجليليين الذين اتوا لكي يقدموا ذبائح في الهيكل بعد كده بيكلمنا عن مثل انفرض به لوقة لم يارد الا في انجيل لوقة مثل شجرة التينة العقيمة بعد كده الرب تكلم عن شفاء المرأة المنحنية وبرضو دي معجزة لم تارد الا في انجيل لوقة بعد كده بيكلمنا عن مثلين المثلين دول وردوا في انجيل متة وفي انجيل ماركوس وايضا في انجيل لوقة اصحاح 13 وبعد كده بيكلمنا عن اهمية الدخول من الباب الضيق ويختم الاصحاح المسيح يرثي اوروشاليم ويبكي عليهم اذا اعطيت عنوانا للجزء الاول من عدد واحد لعدد خمسة وهو وجوب التوبة نعم لا بديل عن التوبة ما هي او ما هو معنى التوبة يعني ايه توبة التوبة هي تغيير في الفكر وفي الارادة وفي الفعل تغيير في الفكر من جهة الخطيئة ما عددش الخطيئة هي التي اشتهيها اعرف ان الخطيئة في نظر الله خاطئة جدا لكن لا يكفي فقط ان ادين بفكري الخطيئة لكن علي ان اتركها اهجرها نهائيا فهي تغيير في الفكر يتبع تغيير في المصار ومش بس اتخلى عن الخطيئة لكن يتبع ذلك اللجوء الى الله فتوبة من غير ايمان لا قيمة لها كما ان ايمان ناقص توبة لا قيمة له اخ يوسف اسمح لارى بعض الاعداد وارجع لحضرتك بسؤال وكان حاضرا في ذلك الوقت قوم يغبرونه عن الجليليين الذين خلط بلا تزدمهم بالذبائحهم فاجاب يسوع وقال لهم اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاطا اكثر من كل الجليليين لانهم كبادوا مثل هذا كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون او اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم اتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في ارشاليم كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يعني نقدر نشوف حديثة ارهابية وانجاز التعبير هناك كارثة طبعية بيلاتوس قام بمجزرة والبرج سقط في سلوام على 18 واحد بتشوف ايه في الحديثتين دول بداية زي ما انت قلت ان مصدر المصيبة مختلف فواحد شرير دموي اللي هو بيلاتوس ثم كارثة طبيعية لكن مش بس المصدر مختلف لكن اللي واع عليهم الاضاء مختلف ناس جليليين قرويين لا يعني محتقرين من الناس بتعقور شاليم وال18 اللي سقط عليهم دول بتعقور شاليم نفسهم لكن لا خير في هذا ولا في ذاك الجليليين اللي بيقدموا الذبايح كنا نفتكر انهم دول شهداء لانهم ماتوا جوه الهيكل وهما بيقدموا الذبايح ناس كتيرة بتفكر هذا التفكير لكن المسيح قال لنا كلام مختلف خالص قال اتظنون ان هؤلاء كانوا خطاطا اكثر يعني هما خطاط لكن ليس لانهم خطاط اكثر بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون واللي في سلوام بيستظلوا بالبرج بتاع سلوام وهو مظهر مظهر دين البرج عموما المسيح قال ايضا هؤلاء كانوا خطاطا اكثر هما خطاط لكن ليس اكثر بل ان لم تتوبوا والرب مرتين في هذه الاعداد بيركز ويؤكد مش على ممارسات دينية ولا على مظهر ديني لكن على التوبة فدول بيمرسوا ممارسات دينية بيقدموا ذبايح ولا اروع ودول عندهم مظهر ديني برج في سلوام فيش عظم من كده لا الله يطلب التوبة ان كنا رأينا في هذا الجزء وجوب التوبة فنذب الى الجزء الثاني من عدد ستة لعدد تسعة وقال هذا المثل كانت لواحد شجرات تين مغروسة في كرمه فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقبوا حولها وأضعوا زبلا فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها ماذا ترى في هذا المثل من وجوب الثمر امتداد للفكرة السابقة ضرورة وأهمية التوبة فما هو الثمر؟ نسأل يحنى المعمدان في إنجيل متى ثلاثة وفي لوقة ثلاثة حيقول لنا اصنعوا أثمارا تليقوا بالتوبة يبقى إذن الثمر الذي يطلبه الله هو التوبة طبعا الإنسان أصعب حاجة عنده أنه يتوب لأنه بيحب الخطيئة لكن سهل إنك تقول له قدام الخطيئة دي اعمل عمل ديني إنك تقدم زبيحة إنك تصوم لك كم يوم إنك تقدي كم فرض دي أسهل عليه لأنه بيحب الخطيئة ومش مستعد إنه يتوب عنها الجزء اللي فات كان قضاء فردي لكن هنا قضاء قومي لأن شجرة التين هو يوحن المعمدان قال وضعت الفأس على أصل الشجر كل شجرة اللي تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار لكن هنا مش الشجر بالجمع لكن شجرة واحدة تمثل الأمة بأسرها فشجرة التين كما نتعلم مثلا من يوئيل واحد عدد سبعة ترمز إلى أمة إسرائيل هنا هذه الشجرة أمة إسرائيل بقى المسيح ثلاث سنين يطلب ثمر من شجرة التين ما بتديش الثلاث سنين في الحقيقة مش ثلاث سنين بس لكن نقدر نقول إنه دول ثلاث حقب كل حقبة منهم حوالي ربعمائة سنة ربعمائة سنة حكم القضاط يليها ربعمائة سنة تقريبا حكم الملوك ثم تقريبا ربعمائة سنة من آخر الأنبياء إلى أن جاء يحنى المعمدان فترة الصمت الرب انتظر إمتى جابوا ثمر في الحقيقة لم يأتوا بثمر على الإطلاق كان المفروض إنها تقطع بس الكرام الحنان الأتركها هذه السنة أيضا هعمل معها آخر محاولة وكانت آخر محاولة تلت سنين وأقول تلت سنين خدمة المسيح تلتها أيضا فرصة أخرى عندما صلى المسيح وهو على الصليب اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فأعطاهم فرصة أخرى وأخيرة لم يستفيدوا منها وجاء طيطس وضمر المدينة وشتت الشعب وإلى اليوم هم مشتتهم شكرا كنت عفاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوغ موسيقى 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 الربا بيتكلم عن المرأة المنحنية في عدد 16 بيقول وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت أنا كان عني سؤالي يا أخي يوسف هو ممكن الشيطان يكون بيصيب المؤمنين بأمراض في أكسادهم ولا لا؟ تفضل يا أخي يوسف بداية ألفذ النظر لـ 18 لأنه مرتين يجي في هذا الأصحاح 18 ماتوا وهم مجلسين عند البرج وهنا 18 سنة ربط المرأة هذه ربط الشيطان هذه المرأة في الحقيقة احنا بنشوف فعلا أن الشيطان له سلطان أحيانا بسماح من الله على بعض أكساد المؤمنين زي أيوب مثلا وزي الرسول بوليس الذي أعطيه شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمه لكننا أيضا لا نعلم عندما ربط الشيطان هذه المرأة هل في الوقت ده كان عندها إيمان هو واضح أن إيمانها ظهر هنا فكانت عندها إيمان والرب شفاها وكافى إيمانها لكن هل لما تربطت كانت في ذلك الوقت نحن لا نعرف بالضبط لكن نعرف أن المسيح وصل وحضر وأعتقد أن ما زال الرب في هذا الجزء بيركز على المظهرية المقيتة فبرضه رئيس المجمع لا يفرق عن شجرة التين لا يفرق على المظهرية ورق بس ما فيش سمر والرجل ده متمسك بأهداب الدين وكأنه رجل بيحمي حمى الشريعة إزاي بتستشفه يوم السبت طب هو الرب قال إيه للست دي قال لها يا امرأة أنت محلولة من ضعفك هو مين اللي اشتغل هل المسيح عمل حاجة أبدا هل الست لما انتصبت عملت حاجة أبدا لكن واحد حافظ مش فاهم زي ملايين المتديني في كل العالم حافظين ومش فاهمين تمام أشكرك أخي يوسف يعني هذه الصورة في المجمع امرأة دائمة تذهب إلى المجمع لكنها تذهب بدائها وترجع بدائها وده يخلينا سأل سؤال قبل من سيب الجزء ده هل الممارسات الدينية والذهاب إلى دور العبادة يعني له أي دور في الإصلاح أو التجديد أو التغيير مجرد الذهاب والوجود في وسط روحي يضملي أنها تغير؟ يعني شوف أخ عياد لو رجعنا لإشاعي أصح واحد وقبليه كمان مزمور خمسين هنكتشف بالزبط الصورة اللي شفناها في أول الأصحاح بيقدموا ذبايح بس دول مش خطاط أكثر دول خطاط فبيقول لنا في مزمور خمسين بدءا من الآية 16 وللشرير قال الله ما لك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك وأنت قد أبغطت تأديب وألقيت كلامي خلفك إذا رأيت سارقا وافقته حرام يعني ومع الزناتي نصيبك أزاني أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غش كداب ومرائي تجلس تتكلم على أخيك لابن أمك تضع معثرة هذه صنعت وسكت ظننت أني مثلك فالذهاب إلى دور العبادة هو مظهرية لا قيمة لها حقيقية على الإطلاق لكن الله هو اللي يوصل للقلب ويخلق قلب جديد وده اللي طلبه داود قال للرب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في داخلي أشكرك أخ يوسف اسمح لي أن طلق إلى عدد 18 من 18 إلى 21 فقال ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوى الطيور السماء في أغصانها وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع المثالين دول وردوا قبل كده في متى 13 بس أنا عايزة أعرف حكمة الرب في انتقاء هذين المثالين في سياق هذا الكلام عايزة أقول لنا أيه المثالين ببساطة بيكلمونا عن فكرتين الفكرة الأولى نجاح ظاهري الفكرة التانية فساد داخلي إزاي؟ وده اللي حصل فعلا في ملكوت السموات زي ما بيقول لنا متى 13 إزاي؟ في الحقيقة حبة الخردة هي أصغر جميع البذور التي يعرفها اليهودي ويزرحها في جنينة بيته عادة لكنها عندما تنبت وتصبح شجرة بتبقى شجرة كبيرة يقال إنها في شهور معدودة بتوصل لحوالي 4 متر البعض بيقول إنك تكاد تلمس نموها باليوم يعني مبارح كانت مش كده كانت أصغر من كده النهاردة بانت وأفتكر دي صورة الملكوت الملكوت السموات في بداية سفر أعمال الرسل يعني أول عظة 3000 خلصه تاني عظة كمان 2000 وبعد كده حدث أن الجمهور تزايت نجاح ظاهري بس كتير من زي سيمون الساحر دخل إلى ملكوت السموات اعتمد سيمون ودخل وطبعاً سيمون كان في مرارة المر ورباط الزم ده أيام الرسل لكن بعد ذلك يا ممتلت بيت كبير في أواني للكرامة وفي أواني للهوان يعني في طيور السماء المذكورة هنا اللي المسيح شبههم في متى 13 بأنهم الشيطان والشرير لكن نجاح ظاهري لأنها بتكبر باليوم لكن فساد داخل الخميرة التي تشير إلى الشر في الكتاب المقدس كله امرأة خبت خميرة صغيرة في العجين فاختمر العجين زاد الحج لكن على حساب النقاوة لأن الخمير يحدثنا عن الخطيئة أشكرك يا أخي يوسف بعدها أتكلم عن الباب الضيق في عدد 22 الأعداد من 22 إلى 30 نعم عايزة أعرف ماذا قال عن الباب الضيق صفات الباب الضيق إيه نهاية الباب الضيق إيه الرب تكلم عن أهمية الدخول من الباب الضيق الباب الضيق يسمح لك أنت وحدك بالدخول يعني إذا معك شيلة الباب دي ما يدخلكش أنت وشيلتك لو معك حد ما يدخلكمش أنتو الاتنين يدخل واحد بس عشان كده ناس كتيرة اللي معطلهم أن ييجوا للمسيح عندهم خطايا محبوبة عندهم أصنام أدخل أنا والأصنام بتاعتي لا تسيب أصنامك وتدخل أو أدخل أنا والأعمال الصالح أو أدخل أنا والأعمال الصالح أو أدخل أنا وصحبتنا يعني مثلا هيرودس ما عندهش مانع يدخل بس مش هستغنى عن هيرودية لا أدخل لوحدك لا ما أدخلش لوحد أنا ما أستغناش عن هيرودية طيب مش هتدخل خالص الباب ضيق لكن على عكس الباب الضيق الباب الواسع الذي يسمح بكل الأفكار اللي في الدنيا وكلهم برجط بعضيهم يعني موزة زي كونفشيوز زي المسيح كله بدل كله واحد على دينه الله يعين في الحالة اللي احنا بقينا نشوفه في هذه الأيام وينادى به من فوق المنابر وهذا يعني بيجعل الإنسان يأسف لكن يظل كلام المسيح إن الباب ضيق وإن الطريق كرب إن كنت تريد أن تصل إلى الحياة في باب واسع وطريق رحب بس يؤدي إلى الهلاك ولك أن تختار ما شيء أشكرك في السياق الكلام عن الباب الضيق لما الرب يقول اكتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإن أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم يعني عايز أقول بعدما تنتهي فرصة النعمة الحالية أي وبعدما تنتهي سنة الرب المقبولة عايز إجابة آه أو لا هل هناك فرصة لأي إنسان في داخل دائرة الاعتراف المسيحي بعد اختطاف الكنيسة الإجابة في كلمة واحدة لا 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 إيه الأساني دي الكتابية يعني متى 25 عندما تكلم عن عذار حكيمات وعذارة جاهلات جاء العريس المستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جاءت بقية العذار طيب دخلهم دول عذارة ودول قصدهم كويس ودول راحوا يشتروا زيت ودول يعني مستنينك من زمان الإجابة كام واحدة دخلت من الجاهلات ولا واحدة والرب قال له ما عرفكمش نفس الحكاية هنا نفس الحكاية وبصورة أصعب نلاقيها في تسالونك التانية أصحاح اتنين سيرسل الله إليهم عمل الضلال لأنهم لم يسروا بالحق بل سروا بالإذن أفتكر واضحة كمان في رؤية ثلاثة لما يتقيى المسيح المسيحية من فمه ولا يمكن أن المسيح بعد أن يتقيى كما قال لملاك كنيسة اللودقين مزمع أن أتقيأك من فمه يرجع تاني إلى القيء فنحن نعرف أن الذي يرجع إلى القيء هو الكل لكن بشارة الملكوت بعد اختطاف الكنيسة موجهة إلى البقية موجهة إلى الأمم الذين لم يسمعون بشارة الإنجيل الآن ودول خارج دائرة الاعتراف المسيحي وأيضا البقية التقيهة التي تنادي ببشارة الملكوت للأسف يا أخي عياد سمعت واحد بيقول فتحتوها على الوسانيين وعلى اليهود ما تفتحوها على المسيحين قال يعني إحنا اللي بنقفل الكتاب قال عن المسيح يغلق ولا أحد يفتح ويفتح ولا أحد يغلق بقالنا ألفين سنة الباب مفتوح على المسيحيين وإحنا بالنادي دلوقتي يقولون كل واحد يسمع هذه كلمة يسرع لكن بعد ما يقفل ربنا الباب هتيجي تقول له افتح لي بعد انتهاء سنة الرب المقبولة مفيش غير يوم الانتقام شكراك هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف من عدد 32 فقال لهم أمضوا وقولوا لهذا التعلب هأنا أخرجه شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن قرشالين هتجين تفسير للكلام ده يعني اتفضل يا خيزي أولا مين هو الثعلب؟ هو هيرودس وده كلام واضح هيرودس بيقولك أنه نوئتلك فاتكل على الله قال لهم روحوا وقولوا لهذا الثعلب بالمناسبة إحنا في أول هذا الأصحح اتقابلنا مع كلب وفي آخر الأصحح بنتقابل مع فعلا الكلب هو بيلاطس مش أنا اللي باشتن لكن ده جيه وصفه في مزمور 22 ده الأممي ده الأممي أنقذ من السيف نفسي من يد الكلب وحيدتي وفي الحقيقة هذا الشرس الذي يحكم بأن المسيح بار وبعدين يأمر بجلده وصل به لا ده الكلب يعني أعتقد ما بيعملش كده لكن في آخر الأصح تعلب التعلب مسته أنه أو يعني مش مسته خصائصه أنه يخطف ويفترس وفي الحقيقة هيرودس خطف مرات أخوه هيرودية وافترس يحن المعمدان لما قال له لا يحل أن تكون لك صحيح عمري ما شفت كلب بيحب أو بيصاحب تعلم لكن في لقى 23 اتفق معا اتفق معا هيرودس وبيلاتوس أصبح صديقين بسبب الرب يسوع المسيح أما الآية نفسها بقى لما بيقولوا قولوا لهذا السعلب ها أنا أخرج شياطين أنا بعمل خير أنا ما بعملش حاجة أستوجب أن هيرودس عايز يقتني يقتلني ليه أنا بعمل إيه غلط اسمح لنا اسمح لنا نرجع عدد علشان تقول لنا حيثياتي الكلام ده هو ليه بيقولهم الكلام ده من عدد 31 تفضل هما جم قالوا له إيه أخرج واذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك بالظبط هيرودس ده في الجليل هيرودس في الجليل ثم يقولوا نسيب الجليل واطلع شوف لك بلد تانية تمام روحوا أقولوا لهذا السعلب أنا بأعمل الخير ها أنا أخرج شياطين وأشفي المسيح لم يفعل سوى ذلك كان بيعلم لكن أيضا عمل الخير كان بيطلع شياطين وبيشفي من كل الأمراض ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا اليوم أنا أفعل ذلك وغدا يشير إلى الصليب أنا قدام الصليب وفي اليوم الثالث أكمل القيامة تمام يبيد أن المسيح في حياته يشفي ويخرج شياطين وعندما يأتي الغد قدام الصليب سيموت فوق الصليب وفي اليوم الثالث سوف يكمل بالقيامة من الأموات وبعد أن يقول بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أرشليب كان عاوز يقول أنا مش هموت في الجليل تمام ولا بيدي هيرودس لكن أنا رايح أرشليب وسأموت هناك ليه لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أرشليب وأفتكر بعضيها على طول المسيح يقول يا أرشليم يا أرشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أرطت ولم تريدوا وبيتكم يترك لكم خرابة هنا يبرز سلطان المسيح فهو الذي حدد أين سيموت أيها ليس في الجليل لكن في أرشليم تمام وهو الذي حدد مات سيقوم نعم في اليوم الثالث الذي كان يدير الأحداث ويشرف على إدارة الأحداث هو الرب ما كانش مفعول به أبدا كان هو المسيطر كان هو الذي يدير الأحداث ذهب مسلما بمشورة الله المحتوم وعلمه الصبر تتذكر حضرتك لما تأملنا في لقى تسعة عن أحاديث فوق الجبل موسى وإليا كانوا بيتكلموا مع المسيح عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله مش في أي حتة في أرشليم في أرشليم فهنا المسيح بيؤكد أن الموت سيكون خارج المحلة في أرشليم شكرك وصلنا لختام الحلقة هراجع الحلقة مع الضيوف طلعنا بإيه من حلقة النهار ده كنا بنظن أن الرب يسوع هيقول عن الجليليين اللي خلط بلاطوس دمهم بزبائحهم أن هم ماتوا شهداء لأنهم ماتوا هم بيمرسوا ممارسات دينية لكن نلاقي أن الرب صرح أن هم خطو محتاجين للتوبة وإحنا كمان فالرب بيركز على التوبة أكتر من الممارسات والأنشطة والمظهريات دينية تمام شفنا التوبة معناتها تغيير في الفكر والإرادة والاتجاه أبقى في صف الله إن كان للشيطان تأثير مدمر على ضحاياه لكن وجود المسيح في المشهد فهو المحرر الحقيقي إن حرركم الإب فبالحقيقة تكونون أحرار شكرا ربي بارككم شكرا يا خيوز ربي باركك عزيز المشاهد أمام هذه الدعوة التي نطق بها المسيح لكي ندخل من الباب الضيق علي أن أقول لك هذه الكلمة دخولك من الباب الضيق يعني أنك لا تستطيع أن تأخذ معك خطيك لا تستطيع أن تأخذ معك أعمالك الصالحة ولا تستطيع أن تأخذ معك وسطاء فالدخول من الباب الضيق يستلزم أن تأتي بمفردك واثقا في كفاية شخص المسيح واثقا في كفاية عمل المسيح ما ينفعش تدخل في علاقة مع الله وأنت محتفظ بخطيات منفعش تدخل في علاقة مع الله معتمداً على أعمالك الصالحة منفعش تدخل من الباب الضيق في علاقة مع الله وإنت بيد وسيط واحد يدخلك لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح تدخل من الباب الضيق معتمداً على شخص المسيح وعلى كفارة المسيح وإن أهملت هذا لن ينفع كبودك في أي أوساط روحية أو انخراطك في أي خدمات كنسية فسيغلق الباب وعندما يغلق الباب عندذا ليس وصول أبداً ولا قبول عندذا تبكي ولا يمكن دخول ليس يوجد مكان إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل والتقي بك في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقه قدام المحال حيا زيك يا إلهي أغلى عندي مدها أدي يشهد عن كتابي إنه كتاب الكتب أدي كلمتك تروح وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح أدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لير ضباك ربي كلمتك عجيبة ستا لو تفنى الجبال والحرفين إنها يسقط صدقه قدام المحال ترجمة نانسي قنقر